حذر الأردن وفلسطين من تبعات تطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة وأكد ضرورة وقف إسرائيل لجميع الإجراءات الاستفزازية واعتداءات المجموعات المتطرفة التي تدفع باتجاه موجة جديدة من التوتري والعنف ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظره الفلسطيني رياض المالكي أجريا محادثات عبر الهاتف أكد خلالها ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإلزام تل أبيب بوقف المنظمات المتطرفة وتحركاتها العنصرية في البلدة القديمة من أجل وقف العنف واستعادة الهدوء كما أكد الصفدي والمالكي ضرورة احترام حربة شهر رمضان المبارك ووقف جميع الخطوات الاستفزازية في الأماكن المقدسة ورفع جميع القيود والإجراءات التي تخرق حق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى المبارك